طيب احنا عندنا مشكلة دلوقتي الناس بعد ما تسمع الحلقة دي هيروحوا يحللوا بعض ويدوروا على عيوب بعض وكل ما زوجها تلاقي عيب في زوجها هتتعامل معايا على انه شخصية نرجسية وكل ما زوج يتخانق مع امراته هيعتبرها شخصية حدية وكل ما صديق يغلط في واحد صاحبه هيتهم انه سايكوبيتي وزي ما بنشوف مثلا على الجروبات والصفحات في السوشيال ميديا واحدة تلزل مشكلة فالمعلقين يقولون هالحاقي الحاقي ده نرجسي اخلاصي منه وانقذي نفسك بأقصى سرعة والعكس برضو يعني تلاقي حد عنده بعض سمات اضطراب معين من اللي حضرتك قلتهم قال حواليه يقول له لا لا انت ما عندكش كل الصفات اللي الدكتور قال عليها الدكتور قال لازم يكون عنده واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وانت ما عندكش غير واحد واثنين وثلاثة بس فهل ينفع كده؟ انا وانا بشرح بروح للإكستريم ليه لانه هو التشخيص عشان تشخص التشخيص نفسه لازم يكون الشخص في الإكستريم وفيه ضرر يعني عندما تشخص المراض النفسية لازم يكون فيه ضرر يعني الوظيفة بتاعتك متأثرة بسبب الاتراب ده انما كلنا فينا عيوب في شخصيتنا كلنا فينا عيوب في شخصيتنا بدرجات متفاوتة لكن لما يكون العيوب دي سببت الوظيفة بتاعتنا بازت وظيفتك كأب كأم كزوج كمدرس كدكتور فيه امبرمنت الفانكشن أو يكون الاتراب ده أو الصفات الشخصية دي فيها عاملة ريسكوف هارم هارم عليك أو هارم على ناس تانية يعني البوردر لاين عندها ممكن تندحر فده يخليني أفكر ان فيه اتراب نفسي ده مش بس صفات كده في الشخصية لا ده اتراب لأن هي ممكن تموت نفسها الشخص الانتي سوشيال ده ممكن يقتل الناس فده يخليني أفكر ان لا ده الموضوع مش موضوع بسيط ده الموضوع فيه اتراب فلما يكون احنا ثلاث قواعد أساسية في تشخيص الأمراض النفسية عشان نقول ده أمراض نفسي بيكون فيه ده شرط من الشروط يكون فيه يعني انت هارمينج يرسيلف أو هارمينج أثر بتضر نفسك أو بتضر الآخرين أو فيه يعني 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 احساس بالضغط الشديد يعني عندك بعض الصفات والصفات دي بتشتكي كده أنا مضغوط أنا مش عارف أنا يعني ممكن المريض بيش عارف يوصف ايه بالضغط بالصحيحة وهو يقولك كل موضوع ده أنا مضغوط فيه يكون فيه ده سترس أو سترس جامد ده برضو من العلامات اللي تخليني أشك ان ده مش حاجات خفيفة لا ده فعلا فيه اتراب ومحتاج علاج وطبعا فيه متخصصين نلجأ لهم لتأكيد التشخيص ومن بعده العلاج لما نشك ما ينفعش كل واحدة وكل واحد كده يشخص بنفسه أمراض نفسية خصوصا ان الموضوع ده له عواقب كبيرة وخطيرة على الشخص وعلى اللي حواليه الدكتور نادر عطالله استشاري الأمراض النفسية بكندا احنا متشكرين جدا لحضرتك على الحلقة العظيمة دي الدسمة بالمتعة والاستفادة زي ما عودتنا من الموسم اللي فات وطبعا هنكمل مع حضرتك في حلقات أخرى باقي أنواع اضطرابات الشخصية